نادي الهلاب برئاسة الامير نواف بن سعد قامت بتوثيق عقد اللاعب عوض خميس لدى لجنة الاحتراف بعد ان وقع عقد انتقاله رسميا في وقت سابق الهلاب بحضور وكيل اعماله غرم العمري قبل ان يعدل ويوقع عقدا اخرا مع النصر في خطوة اججة اتمحى الامر كثيرا بين الناديين الكبيرين طبعا الترحيب الموصول بالزميل الدكتور خليفة الملحمة العلامة الرياضي حياك الله عبدالعزيز الله يحييك يا سيد خالد وسوري على التأخير اعطيك العافية طبعا سمعت انت الخبر ولا نعيده عليك لا لا سمعت سمعت خبره هو الخبر اللي ما اخذ كل الصحف هالأيام عاد عندكم هذا من صحفتكم عاد انت من صحفة اليوم اكيد انك نطلع عليه وعارفه طيب اه نبدأ فيك اه في هذا الخبر اه في ثلاث نقاط ذكرت في الخبر هذا اللي هو ان ادارة الهلال ذكرت او مصدر في نادي الهلال ذكر ان الهدف النصراوي من التوقيع مع عوض خميس رغم توقيع الهلال معه في وقت سابق الى انهم في نادي النصري حولوا الشوشرة على الفريق في ظل صدرته للدوري هذه نقطة نقطة ثانية ان هناك اهداف لم تذكر ذكرت بانها اهداف صفراء لم تذكر هذه الهداف لكن اشار المصدر ان هناك اهداف صفراء من هذا التوقيع مع اللاعب ايضا في المجمل محاولة ارباك الهلاليين عن مسيرتهم في تحقيق لقب الدوري خاصة انهم متصدرين بفارق ست نقاط نقول بسم الله الرحمن الرحيم انا ما عرف هذا كخبر وليس بيان لكن انا اللي يشوف انه انه الموضوع اخذ اكثر من حجمه اللاعب وقع عقد مع الهلال وبعدين تراجع ليه تراجع احنا ما نعرف يعني شفنا مقالات بالكوم اللي يقولنا احس انه ماهو حاس انه مرتاح في الهلال واللي يقوله ما ينام بالليل وكلام كثير يعني كله اعتقد الكلام فيه يكون من العبث طبعا المواقع التواصل الاجتماعي صار فيها شد وجذب بين الهلاليين ونصراويين النصراوي عندهم احساس انهم وجهوا صفعة للهلاليين انهم اخذوه غصبا عن الهلاليين عادوا لعبهم الموضوع ابسط من كذا بكثير اللاعب وقع عقده اخل بالعقد راح وقع عقد ثاني اللاعب